الأوقاف تكشف حقوقة إعادة فتح المساجد الجمعة المقبل تدول نشطاء مواقع التصري الاجتماعي أنباء عنية وزارة الأوقاف فتح أبواب المساجد من الجمعة المقبل عبر صفحات مختلفة غير رسمية ولمعرفة التفاصيل تابع الفيديو حتى النهاية بس قبل ما نبدأ الفيديو لو أول مرة بتشوفي القناة ما تنساش تشترك في القناة واتفعل الجرس عشان يوسلك إشعال في كل فيديو جديد لو الفيديو عجبك ياريت تدعمونا بلايك وكومنت تشف مصدر مطلع ووزارة الأوقاف حقيقة ما تردد مؤكدا أن كل ما يتم ترديده على أي صفحات غير صفحة الوزارة الرسمية والموقع الرسمي لا علاقة لها بالوزارة وكلها محد شائعات حيث روجته صفحة تزعم بأنها وزارة الشؤون الدينية مطالبة المواطنين الشرفاء عدم الإنسياق لها كما أعلن الوزير الدكتور محمد مختار جمعة فنحن على أمل في الله عز وجل وقرب زوال هذه الغمة حيث يتم العمل من الآن في إعداد وتجهيز المساجد وصيانتها مع تجهيز أكثر من 300 ألف متر سجاد لتجديد فرش المساجد كما وضع خطة كبرى للنظافة والتعقيم المستمر وتكليف المجموعة الوطنية للاستثمارات الأوقاف بسرعة تصنيع كبائن التعقيم لاستخدامها بالمساجد وأكد أن الوزير شدد على أن ما تبقته وزارة الأوقاف هو عين ما يتبق في الدول العربية والإسلامية حفاظا على النفس البشرية في ضوء ما قررته وزارات الصحة في جميع الدول من ضرورة تعليق التجمعات منعا لانتشار عدوى بير ولفت إلى مقاله وزير الأوقاف في تصريحات سابقة ورد فيها رسالتنا ودورنا ومهمتنا الحقيقية هي بناء المساجد وفتح المساجد وعمارة المساجد وقراءة القرآن الكريم ونشر صحيح الدين وأوضح أن الوزارة لم تصدر أي قرار يتعلق بإعادة صلاة الجمعة والجماعات مرة أخرى بعد تعطلها بالمساجد مؤقتا لمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وأن المسألة مرتبطة بما تقرره وزارة الصحة ومدى التحسن لمعدل تسجيل الحالة الإيجابية التي تسجلها الدولة وشدد المصدر على أن القرار المتخص بشأن الغلق المؤقت يسنت للشارع والعلم ولا مجال للإنسياق وراء صفحات التواصل الاجتماعي أو ردوخ لها وكانت وزارة الأوقاف قد أعلنت تفويض المدريات بإصدار الموافقة الخاصة بإذاعة قرآن الفجر والمجرب للأئمة المعنيين والذين يتحملون تنفيذ الاشتراطات والدوابط التي أعلنت عنها الوزارة أمس وجاء ذلك على خلفية السماح بإذاعة القرآن الكريم قبل صلاطي المغرب والفجر وفقا لثلاث دوابط وهي أولا أن يكون للمسجد إمام معين ويكون مسؤولا عن تشغيل القرآن الكريم بمعرفته مع غلق المسجد غلقا تاما وعدم السمح لأحد بدخول المسجد نهائيا وقت قراءة القرآن أو قبله أو بعده طوال مدة تعليق الجمع والجماعات بالمساجد مع تحمله لأي مخالفة تنتج عن ذلك ثانيا أن تكون صوتيات المسجد مهيئة لذلك وأن يلتزم بما تبصر إذاعة القرآن الكريم من قرآن المغرب وقرآن الفجر دون أي زيادة ثالثا أن يحصل على موافقة كتابية من مدير المدرية معتمدة من رئيس القطاع الديني بالموافقة مع تاريخ الاعتماد حتى نهاية شهر رمضان قبل قيامه بأي إجراء حتى يتمكن التفتيش العامو المحلي من المتابعة والتأكد من اكتصار الأمر على قراءة القرآن وعدم فتح المسجد للصلاة ترجمة نانسي قنقر